بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل في هذه المحاضرة التاسعة من الدرس الثاني إلى علوانه Internal Uncompressible Viscous Flow من مقرر Mechanical Mew 2 اللي بدأنا فيه بحل المسائل بالنسبة ل Two Fixed Plates أو Poser Flow في المحاضرة هذه رح نبدأ أو نشرح كيفية استعمال الحل اللي وصلنا للمرة الماضية ولكن لكوة Flow يعني إيش؟ يعني إنه تكون Plate ثابتة وPlate تتحرك فبداية رح نحكي على إيه زي ما قلنا كوة Poser Flow يعني إيش؟ Fixed Plate and Moving Plate at Velocity تساوي capital U وصلنا إلى إيش إنه أنه Velocity Profile على هذا الشكل هل رح يتغير الحل هنا؟ طبيعي جداً ما رح يتغير لكن هنا رح تتغير إيش؟ تتغير Boundary Condition بما أنه نستعمل في الكوة Flow فهنا عند ال-Y تساوي A ال-U تساوي capital U يعني عند هذه النقطة ال-U تساوي capital U بالنسبة للثانية ال-U تساوي 0 عند ال-Y تساوي minus A فهنا نقدر نقول No Sleep Boundary Condition يعني فهم وحدة تتحرك فأيضاً هنا Substring Boundary Condition and 8 استعمال المعادلة هذا في Question No.8 رح نتحصل على C1 تساوي و C2 تساوي هذا الشيء فأيضاً Velocity Profile رح تكون على هذا الشكل فقط أود تذكيركم بما أنه الحصة الماضية استعملنا Quasi Flow فأقلنا أنه ال-U تساوي فقط delta P أي تربية minus Y تربية هذا يعني لإيش أنه Parabolic Velocity Profile بما أنه ال-Plate اللي فوق تتحرك بسرعة U فهذا نزاد هنا التارم هذا التارم هذا هو التارم Linear Velocity Profile فأيضاً نقدر نقول هنا أنه لما تحرك البلايت اللي فوق أضاف لي لل-Parabolic Profile Linear Profile أيضاً هنا لو استعملت المعادلة اللي وصلت لها الحين لكن اعتبرت أنه delta P تساوي 0 يعني إيش delta P تساوي 0 يعني أنه Pressure Gradient is Maintained يعني إيش تساوي لا تتغير تساوي 0 فإذاً رح نلغي التارم هذا وتصبح المعادلة على هذا الشكل فهنا نلاحظ أنه Linear Velocity Profile فإذاً إلغاء delta P تساوي 0 يعني لإيش؟ يعني لإلغاء مباشرة Parabolic Profile وإلغاء أنه Moving Plate هذه تتحرك من فوق يعني إيش؟ يعني إلغاء Linear Profile فإذاً هنا النقاط اللي يجب نتذكرهم أنه Pressure Gradient يأثر لي أو يحدث لي Parabolic Profile وموفينج وال يعني إيش؟ يعني لما يتحرك السقف لفوق أو لتحت فهذا يعطيني إيش؟ يعطيني Linear Profile نتذكر هذا شباب لأنه مهم جداً بعدين في استعمال الرسمات في شرح الرسمات هنا نكون خلصت المحاضرة هذه فقط أو أترح سؤال؟ يمكن مشابه للسؤال اللي طرحته الحصة الماضية هل إنه Moving Plate Upper أو Lower Plate يعني Plate اللي فوق أو لتحت يعطيني Parabolic Profile أو Linear Profile؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته